هذه أبرز العناوين نجم الأصود يلعب دورا كبيرا في اختيار إبراهيم دياس المنتخب المغربي خبر عاجل الشرطة البلجيكية توقف نجم المنتخب المغربي لهذا السبب مدرب قلط الصراي سعيد بعودة زياش وحكيم مهم بالنسبة لنا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم الأصود يلعب دورا كبيرا في اختيار إبراهيم دياس للمنتخب المغربي بات النجم ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياس أقرب من أي وقت مضن من أعلى نختياره تمثيل المنتخب الوطني المغربي على حساب نظره الإسبانية بالموازات مع الأنباء الأخيرة سواء الأجنبية أو المحلية الخاصة بتفضيل اللاعب وأنه سيشعر بودين كبير مع الأصود وأن مكانه هو منتخب بلده الأم وأشارت تقرعينها أن الأيام القليل القادمة ستنهي ملف دياس والمنتظر هو اختيار الأخير اللونين الأحمر والأخضر على هامش التوقف الدولي المقبل خبر عاجل الشرطة البلجيكية توقف نجم المنتخب المغربي لهذا السبب أوقفت الشرطة البلجيكية طريق تسودالي لعب المنتخب الوطني لكرة القدم بالسبب مخالفة هي الرابعة له في بلجيكا على مستوى السياق واستحبت الشرطة البلجيكية رخصة سياقة تسودالي لمدة 21 يوما مع أداء غرامات قدرها 400 يورو وجاءت مخالفة مهاجم الأصود بعد سياقته وهو يتحدث في هاتفه المحمول وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها تسودالي بهذا الفعل حيث سبق وأن تم ضبطه ثلاث مرات سابقة وفق موقع والفوت البلجيكي مدرب قلاطسراي سعيد بعودة زياش وحكيم مهم بالنسبة لنا أثناء أوكامبوروك مدرب فريق قلاطسراي التركي لكرة القدم على الدولي المغربي حكيم زياش بعد عودته إلى الملاعب اترغياب طويل للإصابة وعبر ربان الفريق التركي في تصريحات إعلامية عن سعادته باستعادة زياش مردفا سعيد بعودة زياش وزياش مهم بالنسبة لنا وشدد بوروك على أنه بحوذر زياش وزملائه سيرتفع الأداء في المبارية المقبلة ووصل أعتقد أنه مع ارتفاع أداء اللاعبين ستتوقف الأصوات المزعجة وكان الدولي المغربي حكيم زياش قد سجل عودته إلى الملاعب بعد غياب طويل خلال اكتزح قلط سراي لضيف تشايكور ريزا سبور بنتجة ستة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة والعشرين من الدورة التركية لكرة القدم وغاب لعب الأصود عن قلط سراي لأزيد من سبعة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة زامبيا برسم الجولة التالية من دور مجموعة كأس أمم إفريقية الكوتيفور 2023 ودخل زياش بديلا لزميله البلجيك دريس ميرتنز في الدقيقة السابعة والسبعين بعد أن كان قلط سراي متقدما بخماسية لهدفين ريليفو ديلافوين تأكد لدياس تواجده ضمن قائمة إسبانيا ضد كولومبيا والبرازيل دون الحصول على ضمانات للمشاركة في اليورو كشفت تقرر صعفية أن إبراهيم دياس لعب نادي ريال مدريد التواجد ضمن قائمة المنتخب الإسباني لمواجهة كوليمين كولومبيا والبرازيل والديان وأكدت شبكة ريليفو الإسباني أن لويس ديلافوين ترفض إعطاء ضمانات كافية لللاعب البالغ من العمر 24 سنة من أجل التواجد في كأس أوروبا للأمم القادمة وكانت تقرر صعفية إسبانيا قد قربت دياس من حمل قميس المنتخب المغربية بعد حصولها على معلومات تفيد أن اللاعب ينقصه بعض الإجراءات الإدارية لتغيير جنسيتها الرياضية من أجل اندمام للأصود هذا وتترقب الجماهير المغربية والإسبانية قرار اللاعب ريال مدريد إبراهيم دياز بخصوص المنتخب الذي سيمثله مستقبلا بعدما كان قد لعب في صفوف الفئات السنية لمنتخب لاروخا وليد راقراكي يتجهل لعب الدور المغرب في قائمة ودية أنغولا ومريطانيا يستعد وليد راقراكي للإعلان على قائمة منتخب المغرب لمباراة أنغولا ومريطانيا استعداد للاستحقاقات الدولية القادمة ويبحث مدرب منتخب المغرب عن إيجاد توليفة مناسبة وتجرب عناصر جديدة بعد خيبة نهائية كأس أمام إفراقي الأخيرة بالكودفور ويحتضن المغرب العرس الإفراقي سنة 2025 إن شاء الله ما يزيد الضغط على مدرب كتيبة أصود الأطلس لتعود نكسة الكن والسير على خط المنتخبة التي توجد باللقب على أرضها وحسب مصادر الجامعة الملكي المغربي لكورة القدم فإن راقراكي قد يضم الحارس المهدي بن عبيد فقط من بين لاعب الدور المغربي دون غيرها ويرى راقراكي أن لاعب الدور المغربي يفتقدون للتنفسية اللازمة ليكونوا جاهزين للضفر بمكانة داخل المنتخب الأول وسط الحضور الكبير لمجموعة من اللاعبين المحترفين الذين يمارسون في دورية أوروبية على أعلى مستوى ويثير هذا الأمر قلق لاعب البطولة المغربية خاصة نجوم الأندية الكبيرة على غرار فرق الرجاء والويداد الرياضيين والجيش الملكي بطل الدور في الموسم الماضي والمتصدر هذا الموسم والذي يملك اللاعبين على أعلى مستوى في الدورة المغربية ومن المرتقب أن يعقد راقراكي مدرب أصد الأطلس ندوة صعفية سيعلن من خلالها عن القائمة النهائية للمنتخب المغربية وذلك يوم الرابع عشر من شهر مارس الجاري رجويون يدقون نوقص الخطر بسبب غياب بودريقة عن الرجاء عبر عدد من منخريط الرجاء الرياضية عن تخوفهم من الوضعية الشدة التي بات يعيش على وقعها النادي الأخضر في ظل غياب الرئيس محمد بودريقة ما بات يهدد مستقبل الفريق في ظل مجموعة من الملفات المتراكمة على طاولة هذا الأخير خاصة فيما يتعلق بنزاعات الفريق التي قد تؤثر على مصارها خلال الموسم المقبل وكان محمد بودريقة قد قطع على نفسه وعدا بعد عودته لرئاسة الرجاء بسدد ملياري سنتيم سنويا من مجموعة ديون الفريق الأخضر غير أن واقع الحال يؤكد الصعوبة التزام المكتب المدير بوعودها في ظل إكراه إغلاق ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وتراجع مداخل النادي من بيع تذاكر مباريتها وعبر منخارتين بين دراجة رياضية حسب موقع لدخوصنس وصنسبور عن تخوفهم من مستقبل الفريق الأخضر خاصة أن الأخير مطالب بتسوية مجموعة كبيرة من ملفات نزاعاتها لتفادي مشاكل كبيرة قبل بداية الموسم المقبل وكانت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أصدرت في وقت سابق مجموعة من الأحكام ضد الرجاء وقضت بدفعه 160 مليون سنتيم للعب الوداد الحالي جمال حركاس وعبد الإله الحفظ 200 مليون سنتيم والحارس يوسف الحويز 130 مليون سنتيم ومحمد النهير 250 مليون سنتيم وولد صبارت 370 مليون سنتيم ثم الحارس أمير الحداوي الذي حصل على حكم لصالحه بقيمة 130 مليون سنتيم والمبلغ ذاتها لفائدة عمر العرجون اللعب الحالي لفريق نهضة بركان كما تطالب الشركة لتسويق الرياضي من فريق رجاء والتي لعبت دور الوكيل المهاجم الكونغو لبين مالونغو بمبلغ يفوق 800 مليون سنتيم فيما يطالب محسيم تولي بمبلغ مالي يفوق 400 مليون سنتيم ترجمة نانسي قنقر